دكتور محدش شايفنا ولا سمعنا لا أنا بحب أعبر عن نفسي سواء حزنا أو فرحا أو شجنا بالكتابة ساعات تبقى فهو الشعر الحب في حياة الدكتور حسان بدراوي بيشكل إيه؟ بيمثل إيه؟ بص الإنسان اللي يعيش من غير حب إنسان لا يعيش وأنا بدمج الحب والصداقة مع بعض على فكرة ده مهرب كويس مش وعش مخرج حلو يعني وزوجتي هي الحب أنا أجبت السيرة على فكرة وزوجتي هي الحب أنا أفندم ما جبت السيرة هو دكتور حسام هو اللي يقول الحب الذي ترجمته إلى واقع هي زوجتي وحبيبتي وصديقتي لكن يجي لك بعد كده أنواع أخرى من الحب يعني حب ولادك ده غريب ثم يجيأك الأحفاد يعني هرب يد إيه الطاقة الإيجابية لجيلك من أنك أنت تحب أولاد أولاد أولادك يعني الحقيقة أصل هو فيهم ميزة إنك لا تحمل أعبائهم ولكن تستمتع بملطفتهم وملعبتهم لأن أبوهم أموهم بيحملوا أعباء يعني الجدود بيحملوا جزء من العب إنما هما الملجأ بس كمان أنت الحب في رغبة في أنك تشوفهم أفضل ما يمكن يعني أنا مع أحفادي أقرأ معاهم أروح معاهم المكتبة يرسموا معايا أصاحب صحابهم لأن المسألة مش بس أنك تحب وتسعد بيهم لا أنت عايزهم كمان يبقوا أفضل من ولادك وأفضل منك بس ده مشاعر غريبة مش معنتظرة يعني رد لدرجة أن أنا مرة فلسفين أعادت أفكر هو في حاجة في الدنيا اسمها تضحية إحنا دائما نتكلم على التضحية يعني لو جالي أب وأم وقالولي أنا ضحيت عشان ولادي أقول لهم اقفل بقك شطب لأن السعادة اللي أنت بتاخدها منهم أكبر من الفعل اللي أنت عملت لهم والله يعني آه فكرة حقيقية كل شيء أنت بتاخد قدامه حاجة حتى اللي بيعمل خير في انتظار الجنة هو في انتظار جزاء الحب والعطاء آه مش بحتاج ده فأنت بتعمل خير علشان عارف أنك هتروح الجنة لا أنت بتعمل خير علشان هو خير علشان خير بس هنا هنا فكرة الخير علشان هو خير الفكرة يعني المجردة دي آه بتبقى شوية صعبة يعني لا لا مش صعبة ده هي دي الحقيقة الوحيدة كان لي صديق فرنساوي ملحد بس من أفضل الشخصات لا شو بتها في حياتي قيم وزوء وعطاء كان يجي غزني يقول لي أنا أحسب منك ليه؟ يقول لي أنا وصلت زي زيك في حسن المعاملة وفي التفاعل الاجتماعي لكن أنا وصلت لده وأنا بنفسي أنت عندك مينيو آه عندك مونيو أنت نزل لك مينيو بيقول لك اعمل كده طبعا أنا لا أدعو إلى الحد لأن أنا مؤمن بربنا وبشوفه متداخل في حياتي في كل لحظة وفي كل مكان لكن هي فكرة أنك بتعمل عشان أولا بتعمل لأنك أنت مؤمن بأن هذا الفعل خير ده أنت تبقى مؤمن أفضل يعني ترجع تاني للأصول التلاتة الحب الخير الجمال صح يعني هي البديليات الأولى البسيطة قواعد إنسانية يا سلام بقى لما ده يكون معاه إيمان بربك وإيمان بجمال الحياة الحالية والحياة التالية